هي ليست أسماء مملكة في غير موضعها وإنما كتائب اقترنت أسماؤها بتاريخ مدينة حلب الثائرة ومنعت طيلة عمر الثورة كل محاولات النظام لاقتحامها والسيطرة عليها كما فعل في غيرها من المدن ولكن يحدث أن تكون هناك خلافات بين أبناء الثورة الواحدة وحين يشتد الأمر وتكشر الحرب عن أنيابها تذوب المسميات ويتحد الأخوة ومن هنا كان جيش حلب كتائب المعارضة في حلب لم تجد بدا من الاتحاد تحت راية واحدة بعد أن ضيق النظام مدعوما بالطائرات الروسية والميليشيات الأجنبية خناقه على المدينة وبات التهديد وشيكا بسقوطها جيش حلب هو الاسم الجديد لجميع الفصائل المسلحة داخل الأحياء الشرقية وحل المعارضة لدرء الخطر المحدق بالمدينة استراتيجية مهمة تتبعها قوى المعارضة بعد زمن طويل من الخلافات الداخلية وصلت حد توجيه النار إلى بعضها بعضا فيما عكف النظام والميليشيات الداعمة له على قدم أطراف المدينة طيلة زمن الثورة هذه الاستراتيجية الجديدة تتيح لفصائل المعارضة تركيز جهدها في الدفاع عن مناطق سيطرتها واستيعاب هجمات النظام البرية وكذلك جموع الميليشيات التي تتبع سياسة التدفق البشري للاستحواذ على المناطق توحيد المعارضة أخيرا لصفوفها جاء بعد أن أصبحت المدينة قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد النظام وقد لا يكون كافيا ما لم تتحرك قوى المعارضة خارج المدينة لفك الحصار خاصة أنها نجحت سابقا في فتح الطريق باتجاه الأحياء الشرقية وكفت يد النظام بل وسيطرت على مناطق جديدة في الريف الجنوبي لحلب فهل ستتمكن المعارضة المسلحة هذه المرة من قلب الطاولة في حلب وتحويل هواجس الهزيمة إلى نصر